اشتركوا في القناة الكروشي باي مجدا مرحبا بكم معي في فيديو جديد العمل دي اليوم هو اختلف شوية بعيد شوية على الكروشي ولكن كان بقوا ديما في اطار الاعمال اليدوية فاليوم اخترت اني نخدم معكم الصباغة على التوب انا نكتبوا هاد الرسمة هادي اولا غنخدموها بالصباغة على التوب هاي اللي غنحتاجه غنحتاج جواد يا نمخدة كما قلت لكم ممكن تزينو مقصادة او الكوفر اليد الدرال الصغار او تيشرتات اللي بغيتو او لدي طابلو تقدروا تديو دي طابلو انا هنا عندي وسادة انا غنخدم فيها بحلقة غنحتاج الرسمة ديالي او الكتب اللي بغيتو تكتبون شو ما انا هاي اللي عندي هادي فيها حافصة هي اللي بغيتها تكون هنا هاها غتكون الحروب مكتوبين بالكحل وهاد القليبات هادو غيكونوا بالحمار وممكن نحتاجون البابيي بابيي كاربون شيرون اللي غايبا في هادا هادا صفر كين باج كين صفر كين أنغونج كين زرق كيكونوا بزاف ديالالالوان بالنسبة لي الزرق ما بغيتش نديرو حيث انا سوف نرسم ذلك لنقص بحلاكة بيدي يكون زرق يطلق بزرق كي يوصيح لي كي تجربته شحامل حاجة خاصة صفر هو ما غيبنش بزرق في الثوب ولكن انا حاولت انا نجرب واحدة البلاسة هنا انا كيبان لي ما عادتش غيبان في الكاميرا ولكن انا بالنسبة لي راه مزيان يعني غنخدم بصفر احسن لي ما انا نخدم بالزرق نضيفه البلاسة نضيفه البلاسة اللي غنخدمه فيها نضيفه الرشمة دينا ونحاولو ما نحركوها شو ناخده ستيلو ونعاودو عليها لحالة نخدمه الرشمة دي الطارز ولا اي رشمة نعاود عليها بالستيلو ونحاول قطس طبعات دينا بالنسبة للسباغة اما بالنسبة للسباغة فنخدم بهذه بابيو هي بالنسبة لي من احسن مارك كانين دي مارك ونخلين وليس مضمونين يقدر ما يصدقوش يقدر في التصمانية تحيدو هذا هو بابيو بالنسبة لي هي احسن مارك كما كنت لكم الحمر في ذلك القليبات والكتباء غد تكتب بالكحل وكيكون كذلك حتى الفاشيون هدا كيت تخدم بحال بومات كيعطي واحد اللون فضي كنخدمو به بحال الاطار كيكون بحال اكا كننقشو به الاطار ديال الشيز وقا بغينا نديرو او الكتباء بغينا نديرو واعكيد بانسو اللي خاصو يكون ارقيق بزاف باش تقعدوك اللي ديتاي الصغار نخدموهم باش دوك اللي ديتاي الصغار نخدموهم بلا ما نخسرو الرشمة ديالنا او لحيه اللي كان فانسو مش انتف او لغلد كيخسر ما كديش خدمة مزيانة ومكديش الرسمة مزيانة فهالشي اللي غنحتاجو اليوم وغنحتاج هنا بالنسبة الجوة ديالي غندخل في هاد البلاسة فاللور غندخل كتاب او لكالوندغي او لشي حاجة وورقة عاد نبدأ نرسم هاد احتيات باش تيلا كانت سباغة خرجات من اللور ما تقيش لي هاد لفظ هاد من التوب هاد القادية كنديرو احتها في تي شيرت او لليزور او لاي حاجة فاش كان بغي نرسم كنحط كتاب او لكالوندغي او لشي حاجة اللي قاسح وندير فوق منها شي وريقة بيضاء او لورقة كيما كانت السباغة ديالي اللي كتكون في هاد لفظ هاد ما تهبطش الناس جهة الاخرى فاندباف الجوة ديالي غندخل واحد الكتاب وندخل الورقة وهو اللي غنخدم عليهم غنحط غنصرح الوسادة ديالي مزيان غنحط الأنسوخ في البلاسة اللي بغيت نخدم فيها غنحط فوق منه الورقة وغنطبتهم مزيان تأكد ما اني ما نحرك شي دي غناخد ستيلو وغنعود نكتب فوق هاد فوق هاد الحروف كاملين اني غنحط الانسوخ او البابي هاد السفر ونحط غنلق هاد طبعات ليه هنا عاد ندوز نوريكم الطريقة كيفاش انا غنضا نسبغو فيها انا بقيت خطانة عليها كما تليكم ندرت واحد الكتاب وفوق منه ورقة خشيتوا في الداخل الوسادة باش سباغة من سباغة وده بغن ندوز المرحلة التطبيق نحاولو ما امكن ان ما نحركو الشتوب الى حركناه سيخسر لنا الرجمة فغنحتاج غي هاد شوية هاد يكيبقى في الغلاقة كيمية لكم مره السباغة ما كتحتاجوش كيمية كتير في السباغة يعني يقرع ممكن اني انا يقرع يعني اغطيتها بلاستيكا او لديوليها سلوفان او لاش حاجة باش ما تنشفش لكم وغنبدو على بركة الله في العمل ديالنا انا باش ما نحركش توب ديالي انا حاول ما امكن اني نقادل فوكيسون نزومي لكم على البلاسة اللي غنخدم فيها يعني باش ما نحركش توب كان اخذو غير غير بالراس ديال البنسو ديالنا غي شوية بالراس ديال البنسو ديالنا وكان بداو نخدمو بحلة كنديرو التلوين اني مقدرش نحرك توب الوست فاضطريت اني ندير غير الزوم غيكون تصوير الكالي تديرو شوية ناقفة فبها الطريقة هادي احنا نبقى وخذ دامين ما نعمروش البنسو ديالنا مش ما تجلقش ناخد ما ديالنا وكان ديرو الإطار نتراسيه الإطار هو اللول يعني كندوزع الإطار كامل نديروه هو اللول عادي بدا نخدم انا في الوسط يعني بحلة شكل ديالت تلوين عادي حيز بغيتها نتكون غي عادية يعني كولها اسمية مكتوبة بالكحل الحروف نخدمين بالكحل كنخدمو غير الإطار ما كان عمرش البنسو ديالي باش ما يجلقش ليا باش تيلا حركت البنسو ديالي ما مسلا ما رديتش البالو تحرك ليا شي بلاصة من غير الإطار ديالي ما نجلقش التوب ديالي كامل وباش نقدر أنني نتحكم فيه لكان عمر بصباغة ما نقدرش أنني نتحكم فيه كان مشي بهالطريقة هادي نعمر الإطار كامل ديال هاد اش ونوريكم شنو غن ديال لعنا غيكمل بنفس الطريقة نتمنى أن الفكرة تكون واضحة ما بغيتش أن الفيديو يكون طويل لك الشي لاش هنحاول ما أمكن أنا نختصر لكم المراحل أنا غنستعمر بها الطريقة وغنرجع نوريكم شنو غن ديال من بعد هنا كما قلت لكم أنا خدمت الإطار ديالي كي نجيب هاد الشكل فوق ذاك البلاسة الصفرة كامل ها عمرتها غيب قليا غير أنني نعمر الوسط كان عمرو غيب حلا كان نجير تلوين عادي يعني كان سبغ دا كلوسط نحاول نعمر البلايس كاملين ما نخلي الشي بلاسة اللي اللي خاوية نستمر بهاد شكل هادا سالطريقة غنستمر وغنخدم الحروف كاملين يعني هاد التهية غندوز على هاد البلاسة الصفرة كامل هنخدم الإطار هو اللول عاد نبدأ نلون الى جيت مباشرة غن بدأ نعمر الوسط نقدر نجلق نقدر نخرج على الإطار ديالي فنحدو الإطار هو اللول عاد نبدو نعمره الوسط نفس الطريقة غنخدم بها الحروف كاملهم وعاد غندوز لهاد القليبات هادو غنخدمهم بالحمر أنا غنكمل الرسمة ديالي نتمنى أنا طريقة تكون واضحة بالنسبة لكم دابا فهي طريقة سهلة يعني أي مبتدئة تقدر أنا هتخدم الرسم على التوب هالطريقة هادي وبهات الشكل هادا هين تكتبوا السمية اللي بغيتو او لا رسمة اللي بغيتو فغنكمل الرسمة ديالي وغنرجع نوريكم النتيجة اللي غنحصل عليها والإضافات اللي غنضيف عليها من بعد بنفس الطريقة اللي وريتكم بقيت خدامة بها حتى سليت السمية ديالي وصلت لهاد القليبات هادو اللي غنخدمهم بالحمر حتى هما بنفس الطريقة كان نخدموه الإطار هو اللول أحد كان عمروه الوسط ديال القليبات ديالنا أنا غنخدموهم بالحمر ونرجع نوريكم النتيجة اللي غنحصل عليها من بعد هنا سليت الرسمة ديالي كملت الحروف كاملين وضزت لهاد القليبات هادو وخدمتهم بالنسبة لهاد الإطار هادو اللي كين في هاد القلب هادو هو الفاشيون اللي هو هادو وتعمت اني نخلي هاد القلب الكبير ما نخدموش حتى نخدموه معاكم بالفاشيون الفاشيون كيجي سهل في الخدمة ديالي لشكل ببوماد وكتبقاوا تخدمو به نوريكم دا بالطريقة كيفاش كنخدمو به كيجي بهاد شكل هكا الفاشيون يعني كان بقاوا غير ندورو على الإطار كانتراسيو به واذا لاحظون كيكون بحلاكة بيض ومع الوقت انفا كي بدأ ينشف كيقول لي بحلاكة في اعداد المنظر هادو وارا كيكون في الأول بيض بحلاكة كي نشف كيقول لي عالكة بالنسبة للسباقة كتنشف يعني ما كتاخدش وقت بزاف باش كتنشف 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 ساعتها غير واكع حتى تنخليوها ليلة كاملة او لنص نهار كاملو اما بالنسبة للفاشيون كياخد شوية الوقت باش ينشف حيث وكيكون بحلاكة بحلا الكولا بيض كيخصو شوية دلوقت حتى يبا سنتأكدو انه انشف حيث كتكون في واحد لاكوش اللي كبيرة شوية او للي غليضة شوية كيخصو الوقت باش تنشف وهذا وشكل النهائي ديل الارسمة ديالنا فاش كنساليوها مني غد تساليو وتأكدو انها انشفات وحتى هاد الفاشيون ينشف مزيان يعني حاولو ما عمكان ينقدو تخليوها ليلة كاملة احتى تطمنو انها انشفات كتقلبوها وكدوزو المصلوح يعني كتصلحوها بالمقلوب كتصلحو الظهر ديال جوب ديالكم وهكا كتضمنو انها عمرا ما غتحيد وكيما اكتليكم في الاول بالنسبة للتصبين ديال اي حاجة فيها الرسمة لتصبن بليد ما تصبنش في الماشين الله فيه ما تصبنش في المسبانة كتجي الشكل ديالها النهائي بهات الشكل هادا نتمنى ان العمل ديال اليوم ان الاعجاب ديالكم اذا كان كذلك منتنساوش انكم تخليو ليا اكبر عدد ديالي لايك وكذلك رأيكم في كومنتر رأيكم في هذا العمال هادا والاعمال القادمة ان شاء الله شونت بغير تشوفو كاعمال على القناة وكذلك منتنساوش انكم تنضمونا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر لكي يكون اسفل الفيديو وتفعيل جرس اللي حداه ضروري انكم تفعيلوا باش تصلكم نوتيفيكاسيون ديال اي جديد حطيتو على القناة واهم حاجة انكم سبقتاجيوا لفيديو مع الناس اللي عرفتوهم مهتمين بالاعمال اليدوية سواء كروشي او لا سبغة على التوب اي اعمال يدوية ومن هنا الفيديو الجاي كان بغير نقول لكم خليت لكم راحة لبال وبسلام عليكم اشتركوا في القناة